تعالوا بقى نروح للخطة الامنية الموضوع من الشركة الافريقية طبعا تحت اشراف سيادة اللوة محمد نبير الدسوقي لتأمين مباراة مصر والسنغال فبالفعل هي خطة تأمينية شاملة بالمعنى الحرفي وتم اجراء مجموعة من البروفات كمان على كيفية تأمين هذا اللقاء بكافة السيناريوهات المتوقعة الخطة هتشمل وجود مبدئيا كده فريق كامل متخصص لتأمين محمد صلاح بالاضافة لثلاث دوائر امنية في الاستاذ ما بين تأمين الملعب وما بين تأمين المدرجات وكمان تأمين الابواب كل ده الى جانب طبعا تأمين بعثة السنغال وتأمين الحكام اللي ان شاء الله اللي حيكونوا متوجدين في هذه المباراة طيب احنا على كل حل يعني بص احنا كل اللي بنأمله ان اليوم ده يعني يمشي بطريقة ثالثة في نفس الوقت يمشي بطريقة فيها نوع من التنظيم اللي طليق بيعني حقيقي مصر مش هنتكلم بس ان هي طليق بمنتخب طليق بمصر المنتخب مصر ده في الاول في الاخر بيكلم او بيعبر عن مصر يا كريم واحنا كاستين الف متفرج ان شاء الله يوم الجمعة برضو بنعبر عن مصر فالصورة اللي احنا عايزين نصدرها تبقى صورة رقية وعلى فكرة احنا ما عندناش شكل ده هيحصل بس يزم نأكد عليه